كيس القماشي لفت انتباهي كيس القماشي الذي أحضره عمي نزار معه عندما زارنا فسألته لماذا تضع أغراضك في كيس ولا تحمل حقيبة مثل أمي عندما تذهب إلى الجامعة ضحك عمي وقال أنا صديق للبيئة وأعمل على تغيير تصرفات الناس حتى يحترموا الطبيعة قلت له على الفور هل تسلم على شجرتي وتقول لها أحترمك قال عمي أحترمها بالمحافظة عليها أنا أستعمل هذا الكيس ولا أرميه ولو يفعل مثلي كل الناس لقلت طلبوا على أكياس النايلون وأكياس الورق وقلت صناعتهما سألته باهتمام وماذا سيحصل إذا قلت صناعتهما؟ قال تقل كمية النفايات من الأكياس وخاصة المصنوعة من النايلون فالمشكلة يا صغيري أن كيس النايلون يحتاج إلى مئات السنين كي يتحلل في الأرض أردت الحصول على كيس مثل الكيس الذي يحميله عمي تبرع لي أبي بأحد قمصانه الشتوية القديمة وخاطته جارتنا ليصبح كيسا وفي اليوم التالي وضعت فيه حقيبة طعامي وتوجهت إلى المدرسة استقبلني أصدقائي بنظرات الدهشة وتجمعوا حولي ليكتشفوا سر الكيس فأخبرتهم القصة وفي الحصة الأخيرة وقفت لينا وقالت للمعلمة أحضر محمود كيسا قماشيا ليحافظ على البيئة تسمت المعلمة وقالت أمر رائع لأنه يمكن غسل الكيس كلما اتسخ ثم سألتني ما الذي جعلك تحمل هذا الكيس قلت لها أنا أحب الطبيعة وخاصة الشجرة فهي تعطين أكياس الورق والنايلون ابتسمت المعلمة وقالت لا يوجد شجر نايلون فنحن نحصل على النايلون من صناعات النفط